عقدت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحافظة عدن مؤتمرا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار الأدلة واضحة لنستمر في الوقاية وأكد وكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف على أهمية مكافحة انتشار المخدرات والحد من هذه الظاهرة التي تهدد الشباب مشددا على دعم السلطة المحلية لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد فيما تطرق العميد فيصل مثنى مساعد مدير أمن عدن إلى التهديدات التي تمثلها المخدرات على حياة الشباب داعيا إلى تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأسرة لمكافحتها من جانبه أكد العميد علي الزميلي مدير إدارة مكافحة المخدرات أن الشرطة تعمل على مدار الساعة لاجتثاث هذه الظاهرة بالتعاون مع مؤسسات التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية مشددا على دور الإعلام في نشر الوعي بمخاطر المخدرات